تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار اسبوع نجحت اجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة بكافة مجالات العمل الامنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم اصفرت جهود وزارة الداخلية خلال اسبوع عن ضبط 24 قضية بيع استوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8274 استوانات بوتاجاز وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت مليون ومائتين وسبعة وخمسين الفا ومائة وواحد وسبعين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء اضافة الى ضبط 11 ألفا واسنتين واربعين قضية السلع غزائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت اكثر من اربعة الاف ومائتين وواحد وثلاثين ونصف طن سلع غزائية وتموينية متنوعة كما تم ضبط 219 قضية بيع بازياد من السعر ارز ابيض بمضبوطات بلغت اكثر من اثنين وتسعين ونصف طن وضبط 23 قضية حجب ارز ابيض بمضبوطات بلغت اكثر من تسعة وسبعين ونصف طن ارز ابيض وكذلك ضبط 41919 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت اكثر من 283 ونصف طن دقيق بلدي كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت اكثر من 137 ونصف طن سلع غزائية متنوعة وما يزيد على 55 طن دقيق ابيض وضبط قضيتين بيع بازياد من السعر للاعلاف بمضبوطات بلغت 7 طن اعلاف حيوانية وضبط 26 قضية غش اعلاف بمضبوطات بلغت اكثر من 96 طن اعلاف حيوانية وضبط 18 قضية غش اعلاف واسمدة زراعية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 639 طن اعلاف حيوانية وداجنة و 15 طن اسمدة زراعية وتم ضبط 303 قضية في مجال البيع بازياد من السعر للسلع الغزائية وغير الغزائية بمضبوطات بلغت حوالي 75 طن سلع غزائية متنوعة واكثر من 46.5 طن دقيق ابيض كما تم ضبط 56 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 26 طن سلع مدعومة متنوعة واكثر من 7.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 35.5 طن اسمدة زراعية مدعمة وتم ضبط 2824 قضية في مجال عدم الاعلان عن الاسعار للسلع الغزائية وغير الغزائية كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بازياد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 25 طن اسمنت و 50 طن حديد تسليح كما تم ضبط 41 قضية في مجال حجب ارز الشعير بمضبوطات بلغت اكثر من 603 طن ارز الشعير وضبط 455 قضية في مجال عدم توريد ارز الشعير بمضبوطات بلغت 1283 طن ارز الشعير كما تم ضبط 293 قضية في مجال البيع بازياد من السعر بمضبوطات بلغت 22818 وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 634 ألفا و 689 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 433 ألفا و 816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحاملات المرورية على الطرق تم اجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3452 من قائد المركبات تبين ايجابية عدد 136 سائقا منهم كما تم المرور على 113 مدرسة واجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 729 من سائق حافلات المدارس تبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 559 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية وتبين عدم مطابقة 24 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 471 سيارة و 49 دراجة نارية متروكة و متهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط 4461 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما اسفرت جهود رصد مخالفات تركيب اجهزة التنبيه الضوئية او الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحزور تركيبها واستعمالها عن ضبط 817 مخالفة الاجهزة الصوتية وضبط 828 مخالفة الاجهزة الضوئية وضبط 293 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 2712 مخالفة ملسقات و 44 محلا مخالفا لبيع الاجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال الامن السياحية نجحت اجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2227 قضية ومخالفة ابرزها حيازة الاثار والحفر والتنقيب عن الاثار ومخالفات الشركات السياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 79195 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60 مليون و 812 ألفا و 64 جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 265 قضية من بينها 142 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 123 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال اسبوع 50 قضية بقيمة مالية بلغت 142 مليون و 559 ألفا و 716 جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبية تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2141 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من مليار و 972 مليون جنيها قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8 ملايين و 239 ألفا و 120 جنيها